وأما أحاديث مسحه عليه الصلاة والسلام على الجوربين والنعلين وكذا الحديث الآخر أنه مسح على النعلين فهذا إن قيل بثبوته فإنه محمول على المسح على النعلين والخفين وذلك لأن المسح على النعلين يخالف أحاديث كثيرة من بينها قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ويل للأعقاب من النار وعند مسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء وفي رواية له ويل للعراقين وفي رواية أحمد ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وعند مسلم لما رأى رجلا في قدمه مثل الضفر قال ترجع فأحسن الوضوء ولذا لو قيل بالمسج على النعلين فكان أقرب ما يكون من فعل الروافط ولكن هذه الأحاديث التي جاءت بالمسح على النعلين والجوربين أو بالمسح على النعلين محمولة على المسح على الجوربين مع النعلين